السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب دايما بخير طبعا النهاردة احنا موجودين اه انا واستاذ محمد واستاذ شايماء وممودي وممودي والاولاد كلهم في مكانه قوم الشعار ده مكان اسهري روماني تعالوا نشوف كده او ما بخصوه كده بنلاقي الحاجات اللي هي الرومانية والنقوش اللي بتبقى على على الحضارة كده طب تعالوا لازمان علشان خاطر اه نبتدي ان احنا نشوف المكان لازمان نبقى عارفين قصة المكان وايه الموضوع علشان خاطر نعرف ايه هو الاسر ده طب خليكم معانا اول ما بخش بنلاقي لوحة ارشادية اللوحة الارشادية دي تعرفنا المكان عبارة عن ايه مكون من ايه وايه قصته طب خليكم معانا طبعا زي ما انتم شايفين او ما بخش دي الساحة بتاعة المكان زي ما انتم شايفين حاجات رومانية وتوابيط عليها اه زي رسومات يونانية طب تعالوا نشوف اللوحة مكتوب عليها ايه خليكم معانا هنا دي قصة مكتوبة مقبرة كوم الشقايفة الاسرياء تسمى بالمنطقة كوم الشقايفة بسبب قصر البقية شقف الفخار التي كانت تتراكم في هذه المنطقة والاسم القديم لها راعة قاية والمكان عبارة عن ايه بقى مدخل المقبرة والطبع الاول والصالة المصادرة وحجرة المأدب والمقبرة الرئيسية وحجرة الدفن وصالة كراكالة ايه صالة كراكالة دي بقى يتاخن مقبرة كوم الشقايفة بجبانة اخرى مستقلة عنها تتكون من درج وفناء وحجرة امامية وحجرة خلفية وماشي طب اه طبعا دي الصور اللي هي بتاعة المكان طب تعالوا بقى نشوف الموضوع عبارة عن ايه هو اللي انا فهمتوا ان كان فيه اضطهاد للمسيحيين في الوقت دون في في المكان وكانوا لما هما يتوفوا كانوا يسيبهم لغاية ما اه 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 اعظمهم تتحلل من غير ده فتعالوا نشوف الموضوع القصة ايه ويه البنيو ده يجي مع البنيو ده يعني هما اول ما نعملوا البنيو طبعا كنورخام يعني طب تعالوا نتكلم بقى عن قصة المكان قوم الشعافة هو موقع عسري في الاسكندرية طبعا في منطقة اسمها قوم الشعافة وعرفنا ان شقف الفخار المكان تسمى على اسمه وهكذا طيب اه احنا دلوقتي حبينا نجيب معلومات عن المكان ولقينا ان هو من اهم مقابر مدينة واهم من عجائب الدنيا السابع في العصور الوسطى طيب اه تتكون المجبرة من سلسلة من المقابر والتمثيل والبقايا الاسرية الاسكندرية لعبادة الجنائز الفرعونية وبسبب الفترة دي اه كان العديد من سمات السرديب الموتى في قوم الشقافة تجمع النقاط الثقافية الرومانية واليونانية والمصرية ثلاث ثقافات بعد التمثيل هناك كانت بتصنع بالاساليب المصرية ولكن تحمل الاساليب الرومانية بالملابس والاسلوب الشعر قصت بقى ان المقبرة دي عصروا عليها ازاي وتعصر عليها صدفة طبعا هو سنة 1900 يوم 28 سبتمبر كان بدأوا حفر في المكان دوا وهم بيحفروا كانوا بيحفروا الغرض تاني ومرة واحدة لقوا الحمار اللي كان معاهم وقع في فتحة كبيرة قوي طولها حوالي 12 متر ولما وقع في الفتحة دي اكتشفوا المكان نزلوا وشافوه لقوا عبارة عن غرف دفن رومانية قديمة واكتشفوا ان ده مكان كان محفور في قلب الجبل بطريقة غريبة وطبعا عايز اقول لكم ان المكان حجما كبير جدا تحت وطبعا التنفس كان فيه صعب جدا وكان آآ شبه معدوم واكتشفوا ان منزلوا تحت لقوا غرف للدفن الموتى واللي راح سيوا هيلاقي فيه هناك جبل اسمه جبل الموتى فيه نفس الشكل هناك بالزبط في الفتحات اللي هنشوفها كمان شوية في الفيديو ده طبعا دي مقبرة اللي احنا مصورينها دي مقبرة فوق الارض عادية المقبرة التانية دي تحت الارض وده طبعا البقر اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه من شوية واللي وقع فيه الحمار عن طريق الصدفة وهم يحفروا في المكان وما كانوش يعرفوا ان المكان فيه اثار وطبعا فيه سلم دائري بطول البقر دوا طبعا بتنزل مسافة كبيرة جدا نزلتها وصورنا فيها من تحت طبعا فيه فتحات في قلب البير البير بير عميق جدا طوله حوالي 12 متر يعني حوالي 4 ادوار او 3 ادوار ونزلنا تحت كل المدى ما بتنزل النفس بيروح الاكسوجين بيقل جامد جدا ودي اسمها بقى او ما تنزل تحت تلاقي حاجة اسمها الصالة المستديرة الصالة المستديرة دي قطرها بس 8.5 متر طب الصالة دي لما نزلوا لقوا تحت ساعتها في الوقت دوا ساعة الحفر سنة 1900 خمس رؤوس يونانية رومانية اول راس بتاعي لقوها راس لأحد كهنة سيراميس وبعدين راس شاب وراس صبي وراس طفل موجودة في المكان وبعد كده بقى بتلاقي صالة اسمها صالة المقدب وهي جنب الصالة المستديرة دي على طول او ما تنزل تحت كده مدخل فيها مدخل يؤدي الى صالة الصالة دي كان بيجتمع فيها بقى اهل المتوفي علشان يكلوا طبعا مش عارف يعني النازلين يكلوا ليه في الوقت دوا بس يعني يلا وهو دي قصة المكان كده هم جايين يزوروا المكان لازمان ايه يكل اللقمة كده عن ماشي قبل ما يمشوا يعني وكانوا بنزلوا في المكان ده في المناسبات الخاصة ويعودوا بقى في الحجرة الواسع اللي هي اللي على الشمال طبعا السلالم اللي احنا نزلين عليها دي كلها مصنوعة من صنع الناس اللي كانوا نزلين يعني يكتشفوا المكان اما هو المكان سخري كده نحنا نزلين على سلالم خشب كده طبعا المكان لما جوم اكتشافوه لقوا المكان الارض ده عبارة عن مية يعني رهيبة ووصلت من الصخور من مسامة الصخور كانت مغرقة الدنيا خالص يعني طبعا هو الموضوع كله يا جماعة هو عبارة عن جبانات في المكان اه للروبانيين وهي طبعا طبعا حضارات ايه البطالمة وطبعا المكان طبعا وزارة السياح والاثار والدخول بتاعه الفرض من 30 جنيه هو بالصراحة على المكان يعني مشدنيش يعني هو عندنا اثارة اكتر من كده وعندنا الحضارة المصرية اعلى من كده بكتير حتى نقوش على الحطان على الحاجات اه كان اه يعني اكتر من كده في الحضارة المصرية طبعا القديمة وانا عايز اقول لكم هو المكان عبارة عن متاهات كلها فتحات لاماكن الدفن والحاجات الدين كلها هو الغريب بس في المكان ان مكان بالحجم ده ازاي اتحفر تحت الارض وازاي اتحفر في الصخور وحاجة بصراحة كان صعبة وانا بالذات في المكان ده انا كان نفس عندي خلاص يعتبر قرب ان هو يروح تماما وكنت طالع مش قادر اخد نفسي اه من ديء التنفس اللي موجود في المكان اه المكان هو يعني ما هو الا جبانات ونزلين بنصورها حتى ما فيهاش طبعا ولا مميوات ولا حاجات ما فيش غير بس شوية نقوش اه في طبعا لو طهت هنا استحالها دعوة تطلع تاني انسى انا راجع على على التفكير كده والذاكرة لكن لو نسيت الله المستعان ودي صدفة كده كبيرة كده كان في سقف المكان هل بقى المكان ده كان مليان بالنقوش ومع المرور الوقت وكده اتشالت ولا هل هو كان كده طبعا لو اعلم انا معرفش وحبت بس نقول لكم الصورة زي ما انتم شايفين بصوا كلها غرف 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 فتحات فتحات واتمتهات حاجات عجيبة فالحمد الله ان احنا طلقنا من اليوم ده جوا بسلام وطبعا هي زيارة مرة واحدة ما يعني انا ما قررهاش تاني زي ما انتم شايفين بصوا ده تمثال روماني تحس ان هو يعني بينطق يعني من تصميم بتاعه تحس ان هو بينطق وبيوريك شكل الرجل الروماني اللي كان زمان موجود هنا في مصر وهو كان عايش طبعا ده ازاي بتاعه وهو اللي حاجة معروفة عن المكان والناحية التانية الانسة كان شكلها عامل ازاي والزي بتاعها كان عامل ازاي طبعا اتقام رهيب بصراحة في التمثال التمثال عجبني التمثال ده لو كان بحالته كان هيبقى حاجة روعة جدا وهيبقى اكتر حاجة مميزة في المكان. طبعا شوية نقوش بقى وشوية حاجات كده في الحيطان انا بصراحة ما عرفش بترمز لايه. بس ده ظاهر زي ما تقوله ايه كان بيقدمه هنا زي قربين وده العجل ولا الطور اللي كانوا بيقدموه. وانا شايف كده ازاي طريقة طحنيت وحاجات كده رسومات انا بصراحة ما عرفش عنها حاجة. بس يعني قدين اخدنا فكرة عن المكان والمكان اه يعني يجي تزار برا واحدة بصراحة ومنش اللي هي تقررها تاني. زي ما انتو شايفين كده اريكم النقوش والرسومات والحاجات الرومانية الموجودة في المكان ايه. والتذكرة. والتذكرة رخيصة جدا بتلاتين جنيه للمصري وطالب بعشا جنيه. طبعا ده تاريخ بالتاريخ الفيديو يعني الله اعلم بقى. ده يعتبر المكان اللي بقول لكم عليه اللي هو في الرسومات والنقوش والحاجات الايه? الشكلة حلوة دي. اما بقى المكان ممسوح من الرموز والنقوشات والحاجات ديان. بصوا. ده اميز ما في المكان. وبعدين نبتدي بقى ان احنا نبتدي نطلع تاني وناخد طريقنا تاني للطلوع. بس حبيت ان انا شوف كده بصة كده يمين ولا شمال نشوف الدنيا فيها ايه? آآ ابتديت ان انا اخش جوه. النفس ابتدي يقل وزيادة. الخلق الواحد بيديء. وآآ بصراحة كل القرب يؤمن علي كده يا بصراحة حاجة عجيبة للناس ازاي تقدر تحفر كل الحاجات ديان. وكان بيستخدموا ايه في الحفر برضو يعني من ضمن الحاجات العجيبة وكل ده تحت الارض بطوابق كتير يعني يمكن اربع ادوار يعني. بصوا. طبعا انا صورت لكم المكان مفيش دا حين انتو تجوه انا اعتبر انا جيت وردت لكم المنظر اعمل ازاي? انا مش عارف هعرف هرجع تاني ولا لا? ولا انا هتوه انا جده ولا ايه? انتو عارفين انتو روحوا ازاي داني جده ولا? ولا كده خلاص كده بالصلاة على انه متكملين? ده حقيقي احنا غرينا ان احنا عايزين نشوف المكان كله واتفاجئنا بقى هنرجع ازاي? خلينا في اخر مكان جنيه منه. انا عارف ازاي? لو شفتوا الفيديو ايبقى احنا رجعنا? انا ما شفتوش بقى محفوظة على التليفون وغلاص. سلام.